كان مبنى عشر ديسمبر وعشر ديسمبر من كل عام بيحتفل فيه العالم بيوم العالمي لحقوق الإنسان سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني كتب تغريدة بوست يحتفل المجتمع الدولي بيوم العالمي لحقوق الإنسان التي تهدف لصون كرامة كل شخص وحقه في حياة كريمة ينعم فيها بحقوقه بمفهومها الشامل وهما تحرص مصر على تحقيقه بإعلاء شأن الحقوق الاجتماعية والمعيشية والاقتصادية والخدمية للمواطنين الأمر الذي انعكس في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي سعدت بإطلاقها ومتابعة تفعيلها والتي تعتبر مصارا عمليا لتعزيز تمتع الشعب المصري العظيم بحقوقه وذلك بالتكامل مع المصاري التنموي القومي لمصر الذي يرسخ ومبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة تلبية لطموحات وتطلعات الأجيال الحالية والقادمة ودعما لجهود الدولة التي تجاهد لتغيير واقعها وبناء مستقبل أفضل في إطار محيط إقليمي شديد للطراب ومتخم بالتحديات دي كلمة سيد الرئيس اللي وجهها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان بفكر حضراتكم إنه اختيار يوم العشر ديسمبر ده بيرجع لسنة 1948 بعد الحرب العالمية التانية موارد أوزارها وبعد ما العالم كان بيجفف دماؤه النازفة وبعد ما العالم استطاع أنه يدفن ضحاياه ضحايا حروبه العالمية حرب العالمية رحضة حيطها من 70 ل85 مليون مواطن من 70 تخيل يعني إيه 70 مليون ل85 مليون مواطن ده كان رقم مخيف جدا حوالي 3% من عدد سكان العالم يعني كل الأوبئة والأمراض التي أصابت البشرية لم تساهم في وصول هذا الرقم من الضحايا كما ساهمت الحرب العالمية التانية طبعا خلينا أقول لحضراتكم أنه أثار هذه الحرب قائم حتى هذه اللحظة الدول اللي مات فيها ملايين البشر 85 مليون إنسان راح ضحية الحرب العالمية التانية لذلك سنة 48 اجتمع في الأمم المتحدة المعنيين وقالوا لازم نهتم شوية ونحاول نمسح دموع البشر من جراء كل هذه الضحايا والدماء النازفة فاختاروا يوم 10 ديسمبر يوم مجتمعه في الجماعة العامة للأمم المتحدة وأقروا إن هذا اليوم يكون يوم عالمي نتكلم فيه ونفكر بعض فيه بما يسمى بحقوق الإنسان اللي خرجت من رحم الحرب العالمية الثانية في 1950 تم الاحتفال لأول مرة بيه اليوم العالمي لحقوق الإنسان مصر طبعا من الدول المؤسسة للأمم المتحدة من الدول المشاركة في بدايات الدول ومصر أيضا من الدول التي وقعت وشاركت في وضع كل المواثيق الحقوقية والعهود الخاصة بحقوق الإنسان عهد الدولي واستطاعت مصر أن هي تجد لها موضع في صياغة هذه القوانين وهذه المبادئ العامة تاريخيا مصر كان لها دور في هذا الإطار